السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لاك لفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في قناة وافع الزر الجاسي اليوم جاء بلكم طريقة اضافة شريط او اداة بحث جوجل في الشاشة الرئيسية بامكانك انك تضغط عليها وتبحث عن الاي شي تريده اوكي كيف تضيف هذا ايقونة البحث على الشاشة الرئيسية وكيف تغير اللون تحت اضيف جوجل تضيف تعدل على الشكل وتكبر تصغر كل شي كيف نعدل عليها بشكل مفصل كل شي في هذا الفيديو اوكي حتى ما اطول عليكم في الفيديو نروح للشرح قبل كل شي رح بحثف الاداة هذا او محرك البحث هذا او الشريط البحث بحثفه حتى نشرح لكم طريقة اضافتها في هاتف اندرويد بطريقة جدا جدا سهل فنروح للشرح اول شي في كل هاتف اندرويد او هاتف سامسونج فيها جوجل تطبيقات جوجل اذا حذفت تطبيقات جوجل تقدر تحملها من جوجل بلاي التطبيقات اللي رح نحتاجها اوكي الناس ما تشوفون افتح تطبيقات جوجل بعد ما تفتح تطبيقات جوجل الحين بتحصل هذي تطبيق كروم وتطبيق جوجل هذا التطبيقين مثل بعث يعني يا يكون عندك تطبيق جوجل واذا ما عندك كروم عادي اذا عندك كروم ما عندك جوجل ما في فرق يعني يكون عندك هذا التضبيقين واحد منه بعد ما يكون عندك تضبيق واحد من هذه التضبيقات الاثنين اوكي الاحين كل ما عليك هناك طريقتين لإضافة هذا بحث او شريط بحث جوجل الطريقة اول انك تزغط على التضبيق ضغطها مطولة اوكي بعد ما تزغط على الضغط المطولة رح حطيك هذا النافذة ازغط على تضبيقات ازغط عليها بعد ما تزغط على التضبيقات اوكي رح يعطيك جميع الاشياء اللي تقدر تضيفها الوجت اللي رح تقدر تضيفها للشاشة عندك هني الميكروفون بحث جوجل عن طريق ميكروفون عندك شريط البحث هذا عندك شريط هذا اكبر شوي عندك غيره اوكي الحين مثلا ابي اضيف هذا الشريط ازغط عليه ضغطه واضغط على اضافة اضافة اوكي بعد ما تضغط اضافة انك تروح لأي مكان في الشاشة ما يكون فيه تطبيقات مثل شاشة الرئيسية هني ما فيه تطبيقات اضغط عليه ضغطه مطوله اضغط ضغطه مطوله رح يعطيك التطبيقات المصغرة اضغط على التطبيقات المصغرة اوكي بعد ما تضغط على التطبيقات المصغرة هني ابحث عن جوجل او كروم ناس بيشوف كروم او جوجل اوكي مثلا جوجل ناس بيشوف اضغط على جوجل بعد ما تضغط على جوجل رح يعطيك جميع الاشياء اللي رح تضيفها مثلا اختار البحث اضغط على اضافة خلاص تم اضافة الشريط بحث وتنقلها لاي مكان تبيها اوكي الان كيف تضيف كلمة جوجل وتستعدل وتغير اللون طريقة جدا سهل نروح للطريقة تغيير اللون تروح تفتح التطبيق ناس بيشوفون جوجل اضغط على جوجل بعد ما تضغط على جوجل اضغط على الشعار اللوغو الخاص بك اوكي بعد ما تضغط على اللوغو الخاص بك هنا اختار اعدادات بعد ما تختار اعدادات هنا بتحصل التطبيقات بحث جوجل مصغر اضغط عليها اضغط على التخصيص بعد ما تضغط على التخصيص هنا رح يعطيك عدة اعدادات من ضمنها اللون وهذا ناس بيشوف تضغط على هذا تغير درجة الضبابية الضبابية الشريط اوكي انا راح اخلي وانا حين تقدر تغير اللون مثلا اللون اللي تريده اه بنضغط على هذا الخيار اللون اللي تريده ما يشوفه كل الالوان انته تدد تحرك الشريط وتختار اللون اللي تبيها اوكي اه ناس ما شوفون تقدر الرجوع الحين تختار هيني هذا الخيار اه تقدر تختار اسود دارك او هذا انا خلي مثل هذا اسود يعني ما ارغب اغير اللون اخلي مثل جوجل لان هذا احلى شيء اضغط على الرجوع عندك هيني تخليها المربع على الشكل يعني مش متواضي الاضلاع او على الشكل داعرة اوكي انا راح اختار هذا واختار اريد تحصل جوجل تريد تختصر تكتب كلمة جي ولا تريد تكتب جوجل كاملة اوكي راح اختارها خلاص الحين بعد ما تنتهي ضبط الشريط اضغط على حفظ بعد ما تضغط على حفظ خلاص روح للشريط الواحد اللي تحت بتحصل تم تغيير الشريط بحث او ادام بحث جوجل وهذا هو شرح مفصل لطريقة اضافة والتعديل على ايقونة بحث او شريط بحث جوجل على الشاشة الرئيسية وبس هذا هو المقطع اذا جمع المقطع اذا قد تلاقي فيديو واذا ما قدت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعز الرجل بس مع السلامة